تحتفل وزارة الداخلية بمناسبة يوم الشراكة والانتباه الوطني الذي يوافق الثامن عشر من مارس من كل عام وهي تمثل آلية ثابتة في منظومة عمل وزارة الداخلية خاصة وأن الشراكة المجتمعية تعد قاعدة أساسية من أجل تحقيق الأمن الشامل تحتفل وزارة الداخلية بيوم شراكة المجتمعية والذي يوافق الثامن عشر من مارس من كل عام للتأكيد على أهمية تعاون كافة فئات المجتمع مع رجل الأمن لتجسيد روح المواضنة الحقة والانتماء الوطني ليصبح فرصة للاحتفاء بفكر وفلسفة هذه الشراكة والتي تجسد الأدوار العديدة التي تقوم بها شرطة خدمة المجتمع بدورها تشكل إضافة مهمة لتحقيق التواصل بين وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين لتحقيق الوقاية من الجرائم وخلق بيئة آمنة وغرس الثقافة الأمنية المجتمعية ونشر الوعي من خلال برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان ليتبع ذلك المشروع الحضاري والإنساني العقوبات البديلة والذي يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان واستمرارا للجهود المبذولة استمرت بحريننا بالمبادرات والبرامج المختلفة لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم الولاء والمواطنة والذي يتفاعل معها المواطنون ليظل الانتماء الوطني قاعدة للعمل والانطلاق نحو غاد أفضل إن الاحتفاء بيوم شراكة المجتمعية مناسبة لإبراز الجهود المبذولة لإثراء ثقافة شراكة المجتمعية وتجسيدها على أرض الواقع خاصة أنها تعد ركيزة جوهرية لتحقيق الأمن الشامل ترجمة نانسي قنقر